اتنين في النادل الاهلي هاتكلم عليهم واتنين في النادل زيمالي بيعمل الفارق اه بيعمل الفارق هنتكلم علي مع علي معلول علي معلول وعلى امام عشوف وفي النادل زيمالي هاتكلم علي دنجة وعلى هاتكلم علي احمد سيدزيزو اربع العيبة بيعملله فارق كبير جدا اه طبعا مع الاحترامة تقد이�له كل الزملاء وهي قرط قدم جماعية بس يقولي اتنين دول وجودهم وجهزيتهم ببقى جاهز بيعمل الفارق لو كلمنا مثلا ناخد مثال علي معلول واحد من أهم المحترفين الأفارقة أو هنقول الأفارقة عشان إحنا في قارة أفريقيا أو الأجانب لجملة نادي الأهلي في التمن تسع سنين اللي فاتوا أو في التمن سنين لأن علي معلول ده السنة تمنع لهم مع النادي الأهلي عمل اسم عمل اسم وتاريخ وعمل توجه كبير جدا وعمل يعني علاقة قوية جدا بجمير النادي الأهلي أعتقد أن معلول واحد من اللاعبة اللي مش هتنسه زي مثلا جيل بيرتو زي فلافيو زي أنسبو جلبان زي نجوم كبيرة جدا زي بدر بنون بل هيفوقهم في تواجده في النادي الأهلي وحصده البطلات والمراكز وأداءه المميز جدا 288 مباراة بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرك مع النادي الأهلي طبعا لو يعني برضو الزملاء يعني باي زاوي بعد كده يعني فكروني بإحصائياته إحصائيات بسم الله ما شاء الله مع النادي الأهلي وبطلات ومنصات تتويج حاجة تشرف يستحق الشراء آه يستحق الشراء النهاردة وتوجده الشراء مش لازم أحوش اللاعب أجنبي لا 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 على فكرة يا معاف اللعب المخلص دايما اللعب المخلص يمكن أحد اللعبين الأصدقاء ورعبين مني جدا بيقول لي عالم علول في مطش اللي طلع فيه هما كسبانين وعملين أداء مميز جدا في المباراة اللي هي الوصول بتاع مازنب الكونغولي بيقول له أنا عملت من أسست وأنا طلحت ليه يعني راجل بيطلع في آخر عشر دايق ومش عايز يطلع من الملعب مش معنى كده ان هو راجل ايجويست مش عايز يطلع لا هو الراجل عايز يشارك عنده حماس عنده حمية عايز يشارك بأداء مميز جدا أكيد علم علول لازم ياخد حقه هو واخد حقه من جميع النادي الأهلي بس لو كلمنا على علم علول تحديدا في التوقيت ده اللي هو أمام الترجل نديس سابقه وقبل كده كان في السفاقس التونسي في التوقيت ده وعالم علول نلقي الضوء عليه بشان ندلل حقه لأنه واخد حقه كامل مكمل دايما يعني لما تيجي تتكلم على حد تتكلم عنه عن إنجازاته يعني مجمل إنجازاته مجمل أعماله زي ما بيجي يقولك ده خاد الأسكار عن مجمل أعماله السينمائية أو المصرحية أو الكتابة أو الغنى أو 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 هو ده اللي نتكلم فيه عن علم علول لأنه لعب يستحق كل التقدير والإحترام من جانب المعنيين بكرة القدم المصرية والأفريقية بجد يعني النهاردة والله والله ما كنت مجهز حتى وانا بكلم مع الصيغ أنا ما كنتش مجهز أو مع زملائي في الإعداد أو في الإخراج لا ما كنتش مجهز أنا بكلم فعلا لأنه فعلا مثال يحتزي بأي حد سواء كان تنسي عينه على الكرة المصرية سواء كان ناشئ في النادي الأهلي أو في الدول المصري هشوف لعيب انخرط على مدار التمن مواسم مع النادي الأهلي وعمل الأداء المميز ده